مساء الخير عليكم وحشتونا جدا جدا طوال الفترة اللي فاتت من أسبوع كنا معاكم هنا في برنامج روشيتة والنهاردة برضو هنتكلم معا على نفس الحاجة اللي احنا قلنا هنتكلم عليها المرة اللي فاتت طبعا احنا لازال موضوع أزمة كورونا هي عساحة في الفترة دي وهنستخدمها الفترات الجاية بس هل هنفضل بقى نتكلم نقول كورونا كورونا يعني دلوقتي أنا بحط نفسي قدام المواطن وكلنا متهيقل بنعاني من نفس الموضوع تفتح تلفزيون تلقى كورونا تفتح الموبايل تلقى كورونا تفتح الأخبار تلقى كورونا كل حاجة فيها كورونا طيب أنا دلوقتي مطلوب مني هل أنصاغ لموضوع كورونا وأسلم بقى وأبتدي أحبط وأبتدي يعني أخش في سكة كده مش لطيفة ولا أنا دلوقتي لازم أفهم ولازم وعي يبقى النهاردة غير مبارح غير أول غير أول عشان كده النهاردة احنا عملنا العنوان بتاعنا الوعي هو درع الحماية درع الحماية تملي أول حاجة بتيجي عندك هي المصاف الفكرية بتخش عندك المعلومة وبعد كده بتبتدي أنت إيه تحلل عندي الأسبوع اللي فات ده الصراحة كان مليء جدا بحاجات صراحة كتداسمة هنرجع تاني موضوع كورونا بس يعني هنستعرض كده كم حاجة كده في خلال الأسبوع اللي فاتت طبعا كان عيد الأم وكل سنة وكل أم طيبة وبخير وبصحة وسلامة وطبعا لكل أم غادرت الحياة الدنيا ندعو لها بالرحمة وربنا يا رب بيجعل في ميزان حسنتها كل خير هي عملاته كان عندي في الفترة اللي فاتت برضو كان الرئيس عبدالفتاح السيسي برغم المشغوليات وبرغم الأحداث اللي احنا بنمر ديه منسيش أنه هو يكرم أمهات الشهداء ويبتدي يعمل نوع من التواصل المجتمعي معنا نرجع بقى تاني بقى لحتة كورونا النهاردة هل هنستعرض كورونا بقى ونفضل بقى نقول بقى واخسل إيدك بالمية ونبتدي نشوف الحاجات دي كلها للإجراءات الاحترازية الشخصية اللي أظن كورونا بقى بيستخدمها دلوقتي ولا هرجع هقول نعمل إيه بقى عشان نعلل وعي بتاعنا وما بقاش قاعد زهقان في بيتي ما بقاش حاسس بملل ما بقاش عارف إن أنا دلوقتي بواجه عدو وعدوه خافي فلو أنا استسلمت والحرب النفسية اللي بتمرس علي من قوة الشر لو أنا استسلمت لها أنا كده بالتالي بوقع نفسي وبوقع بلدي نيجي لحاجة أخيرة قبل ما نبتدي الفقرة بتاعتنا مبارح كلنا شفنا إن موضوع حصل حاجة اسمها حق يرد به باطل ما عنديش مشكلة خالص الدعاء والعبادات الإيمانية والتضرع لإنه كلنا في الأول في الآخر عباد الله ربنا سبحانه وتعالى في صورة الفتحة قال الحمد لله رب العالمين ما حدتش هو سبحانه رب العالمين فالتضرع والصلاة ده لا شيء يعني ما حدش يقدر انكره ويدعاء لكن استغلال الحق ده في الباطل زي ما إحنا شفنا مبارح في بعض المشاهد اللي كانت حصلت في اسكندرية وكانت للأسف للأسف أسيء استخدامها وكانت بمظهر وحش دي أظن أظن إنها يعني ملهاش ملهاش عنوان غير إن أنت مش عارف مصلحة نفسك أنا النهاردة عندي الدولة رقم واحد عملتلي شوية إجراءات احترازية عملتلي شوية قرارات عملتلي شوية موانع أنا المهم عندي أنا ما عنديش مشكلة مع كورونا قال لي حاجة واحدة بس هو منع الانتشار يعني إيه منع الانتشار؟ واحد مثلا من أكتر الحاجات اللي بتشوفها مثلا وتعليقات من الناس أنت منعت عني كورونا صح؟ وقعدتني في البيت طب أنت ليه بتقولي الناحية التانية؟ إن أنا فيه معدلات شفاء منه وفيه ناس بتخفه وفيه نسبة الوفيات يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا نسبة لا تذكر من 3 إلى 4% هقوله هرد عليه حاجة واحدة بس هقوله أنت دلوقتي أنت عنصر متنقل وفيه عنصر ثابت اللي هو أهلك اللي موجودين في البيت زي ما احنا شوفنا في فيديوهات كانت للأسف فيديوهات أنا الصراحة يعني ما أقدرش أوصفها إلا أن هي مشينة أني أبتدي أشوف مواطنين بيتباهوا أن هم بعد الدولة ما عملت القرار وعملت اللي عليها مفروض أنت تبتدي تشوف القرار ده تشوف إيه مدى صلاحيته معاك وتبتدي تتمشى معاك الدولة عملت الإجراءات دي كلها وللأسف بقى عندي ناس بتتباهى أنها تقفل وجهات المحل وتخش كأنها عايشة بقى كأنها بتحوض المغامرة المغامرة دي ممكن تكلفك حياتك أو حيات من تحب فكر للحظة أن أنت ممكن تفقد أي حد من اللي أنت بتحبهم دخلت دلوقتي على والدتك أو على والدك أو على أخوك كبير أو على أي حد عندك في البيت من هم مناعتهم فيها مشكلة احنا زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت كورونا هو البادي جارد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهولي هو اللي بيحارب موضوع كورونا كرات الدم البيضاء منعتك باختصار فأنت الناس الكبيرة أو الناس المرضى بيبقى عندهم مناعة أقل فأنت دلوقتي عنصر ربنا سبحانه وتعالى نديك الصحة وربنا يا رب يضمها عليكم جميعا فأنت دلوقتي بتخش بتخش على والدك بتخش على والدتك بتبتدي تعمل معهم تفاعل أنت جاي من بره عنصر متحرك على عنصر سابق ممكن في لحظة ممكن في لحظة لما كنتش تاخد بالك كويس جدا في شنطة الأكل شنطة الخضروات بتبقى في الإيد فبالتالي أنت ما بتيجي تخش البيت عامل نفسك ابتدي وانت على باب الشقة عامل نفسك بإجراءات العزل الكاملة العزل الاختياري تبتدي تقلع حزائك خارج المنزل تبتدي تخش على طول فورا تخسل إيديك وتعقب نفسك الملابس عشان ممكن يكون فيها المرض أو الفيروس المتعلق عليها وبعد كده أبتدي أشوف يومي إزاي مع الأسرة معانا دلوقتي هنتدي ناخد فيديو بيوريني تجربة الصين وتجربة الناس اللي هي عملت منع انتشار الفيروس وفيديو توعوي وهنرجع تليكو تاني ان شاء الله بعد عرض الفيديو ابقوا معناك انتاني رجعنا لكو ومكملين معاكو حلقة روشتة النهاردة تحت عنوان الوعي درع الحماية شفنا في الفيديو إن إزاي أما ببتدت الصين عملت إجراءات العزل بدأت تحد من انتشار المرض واحد يجي يسألني طب انت بتقول هنا زي ما قلنا قبل الفاصل إن أنا ما بعمل إجراءات العزلة بتاعتي ونسبة الشفاء عالية طب ليه نعمل حذرة جوال ليه نقلص الدنيا ليه نخنق الدنيا ليه محلات تقفل ليه أهوة تقفل ليه مطاق ليه نوقف الدنيا هل إحنا الوحيدين اللي عملنا كده على مستوى العالم ولا دي توصيات منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار المرض هقولك على حاجة بسيطة جدا أنا عندي في انتشار المرض النهاردة لو لقدر الله عشر أو خمستاشر في المية بعد الشر من كل مقاطعة أو كل محافظة جالها اشتباه في المرض هتعمل إيه ساعتها أي حد هيجيله اشتباه هيروح على فولت أوتوماتيك كده هيروح على فين على المستشفى المجاورة ليه طيب أنا النهاردة اتقى الاستعابية بتاعت المستشفى أو أقرب مستشفى عزل أو أقرب مستشفى حميات ليا لا تتعدى مثلا مثلا على سبيل المثال للحص لا تتعدى مثلا ألفين أو تلات تلاف حالة لو هجم عليها حالات لقدر الله خمس تلاف حالة انت تعمل إيه انت وقعت النظام الصحي بتاعك في ثانية فالموضوع بتاع منع الانتشار مش عشان انت كمان الشفاء من المرض الشفاء طبعا ان شاء الله بده مؤطع ربنا سبحانه وتعالى لا ما خلقش ده إلا إذا خلق له الدواء ولكن احنا موضوع ان انت تلزم بيتك هو ما هو إلا حاجة واحدة بس ان انت تبقى حريص على نفسك حريص ان انت ما تنقلش ما تبقاش راسل أو مستقبل للمرض لان المرض بينتشر بعداتنا اليومية اللي احنا صعب شوية تبتدي بيدي يوم وليلة تحدها ما تيجي مثلا تتفرج على المواصلات العامة أما تبتدي تتفرج على المكاتب الحكومية وا 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 أما تشوف المرض على مستوى العالم مش في مصر بس ما عندوش قلب يرحم بيأخذ كل شخص قدامه بيطوله أو بيطول الجهاز التنفسي نرجع تاني بالذاكرة للحلقة اللي فاتت وقلنا حاجة نذكر بعد بيها أن أنا عندي جزئين من الجهاز التنفسي الجزء العلوي والجزء السفلي أنا لحد هنا المرض أقدر أسيطر عليه تحت هنا بيبقى بتبتدي تزداد صعوبة هنا بقى بمجرد ما بيعدي تحت وبينزل عند الرئة أنا في الحالة دي أبتدي أروح فين أبتدي ألجأ للمستشفى لكن أنا دلوقتي عندي حاجة بسيطة ألزم بيدي أعمل إجراءات عزل اختياري صحية وأبتدي بعد كده أخش في مراحل الشفاء إن شاء الله بده مقطع وربنا يربي يشفيكم جميعا ولا يورينا فيكم ولا في مصر ولا في العالم أجمع والإنسانية لأن الموضوع ده قاتل قاتل نفسيا قبل ما يكون قاتل ماديا اللي هو أنت في لحظة لقيت نفسك معزول في لحظة لقيت نفسك ممنوع من الزيارة ممنوع من أي حد يخش معك هتلاقي نفسك موضوع صعب يعني أنا النهاردة بيني وبينكم الفترة اللي فاتت الأسبوع ده كان نفسيا علي وعلى كتير جدا كان ضغط كبير جدا لإني تخيل أي حد من اللي هم مثلا مقربين بعد الشر أو حاجة زي كده حصلوا حاجة زي كده هتبقى صعب طيب كل واحد تيجي تقولك إيه أصلها مش هتبقى علي أصلها مش هتبقى تيجي علي يعني أنا بالنسبة لي مثلا يا عمي أنا بعيدة عن الموضوع مفيش حد جاله الفيروس أو حد كان لقدر الله أصيب كان في دماغه إن هو ممكن يجيله الفيروس لقدر الله بعد الشر اللي بيعمل حدثة على الطرق الصحراوية أو بيعمل حدثة أي مكان بيبقى نازل من بيته مدي معادل اللي هو راجع تاني الموضوع ده قدريات بحتة عنصر الفرد هو جزء من المجتمع إزاي واحد لو تفتكر الإسبوع اللي فات عرضنا لك مثال الكابريت وقلنا لو رجع خطوة إلى الوراء مش همنع منع النار تستمر النهار ده معنا فيديو بسيط كده جبناهولك عشان تعرف تأثير الفرد على المجتمع تعالوا نتفرج عليه ونعلق عليه زي ما انت شايف السباق كان ماشي تمام واحد بس واحد بس واحد بس هو اللي وقع بص عمل ايه في المشهد اللي قدامك هو ده بالزبط عشان كده بنقولك إجراءات العزل ما تقولش مش هتقف علي لا والله هتقف عليك هتقف على اللي حواليك وللأسف هتكون انت كارثة بص الفيديو وتأمل كويس قوي واحد بس هو اللي تعصر وقع بص عمل ايه في سباق في مئات اهو السباق ماشي عادي خالص تمام اهو لاحظ الشخص اللي هو ده اللي بيتجه لشمال الشاشة اهو خلاص وقع وقع ضمر السباق كله ضمر الدنيا كلها وللأسف للأسف هو كان رايح عشان حاطت في دماغه انه هو هيكسب لكن قدر حطه انه هو يقع برضو هكذا انت هنا ما تقولش انا 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 مش هقع انا مش هيجيلي الفيروس لا الفيروس هو احنا قلنا السهل الممتنع اهو نزلة الشفاء منه الحمد لله عالية لكن احنا من الواضح كده ان ان عشرين عشرين فيها تحديات كبيرة فيها اه للأسف هقولك ايه الكوكب كله اه بيتغربل من قول جديد وثق تماما ان العالم بعد التعافي مش اقولك كورونا بس لان من الواضح كده ان فيه سلسلة اه بيروسات تانية النهاردة اكتشفوا بيروس جديد في الصين اه موش هنتكلم عنه كتير لحد ما نشوف اللي نقدر نجمع عنه اقصى معلومات ونشوف هل كما نجحت الصين في اجراءات العزل واجراءات منع انتشار اه فيروس كورونا هتنجح في الفيروس التاني اه اللي هو اللي بيجي من الفقران دلوقتي احنا امام تحدي حياة او موت ممكن تقعد في بيتك فترة صغيرة هتبقى صعبة وهيبقى فيها ملل على فكرة ما بنقولش ان ما فيهش ملل بس فيش وقت حاجات هنا لازم انا ابتدي اكفحها اه من جوايا مكافحة الملل اه دي حاجة دي حاجة ضرورية جدا طب انا اعمل ايه وانا قعد في البيت مثلا اذا كان واحد خلاص قعد في البيت اقامة دائمة ولا واحد بيخلص شغله وبيرجع اللي بيخلص شغله ده بذكرك تاني وانت داخل عامل نفسك كأنك داخل تعزل نفسك خش فورا ما تختلطش باي حد من الناس اللي موجودة في البيت وبتدي خش مع نفسك كده عقم نفسك عيد هيكلة نفسك بالشكل اللي بيخو بعد كده ارجع تاني قعد في البيت انت ابتدي شوف مع نفسك ايه اللي ممكن تعمله جديد عندي الدولة هنا بدأت يمكن اللي هيفهم الكلام ده جيل الوسط جيل الالفية ممكن ما يعيش الحتة دي احنا الجيل بتاعنا والاكبر مننا عاش حاجات كتير قوي عاش حرب الخليج وعاش ايام البوسنة والهارسك لو تفتكروا وسربيا والاحداث الاليمة دي وعرفنا يعني ايه شوية كانت المتعة حتى كمان عندنا كانت المتعة ضئيلة يعني شوية العب بسيطة لكن انت الجيل الجديد طلع لقى نفسه ودام وابل من التسليات ووابل فلما تيجي تمنع عليهم مرة واحدة هتبقى صعبة شوية طيب انا شوية اقرارات او الاجراءات اللي انتخذتها الدولة دي اخذتها عشان خاطرك انت عشان خاطر المواطن انا بقى مطلوب مني كمواطن اعمل ايه اول حاجة الالتزام الكامل لمصلحتك اولا ومصلحة مجتمعك لان دلوقتي لو لقدر الله واحد تاني حامل الفيروس ملتزمش ممكن يسيبك انت وساعتها هتقول هو ملتزمش ليه او عالش ليه معه دا انت كان الجزاء من جنس العمل تاني حاجة قتدي ادور على حاجات جديدة انا ما كنتش بعملها زي ايه زي مثلا ترتيب الافكار ترتيب اعادة الهيكلة الفكرية لنفسك اعادة الوقت احنا بنستعد خلاص كلها كم يوم ايام معدودات ان شاء الله وهنخش على شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين كان عندنا ليلة الاسراء والمعراج دي هنتحدث عنها في معظيفي ان شاء الله بعد قليل عندي الفترة الجاية قتدي اشغل نفسي في البيت قتدي اشغل نفسي في البيت بحاجات حاجة مثلا عاوزة تجدد جدد اقرأ اقرأ دلوقتي وزارة الثقافة عاملة مبادرة جدا كويسة جدا مع الهيئة الهيئة العاملة الكتاب ان الكتب تقدر تنزلها مجانا اقرأ وتثقف وعلم ولادك ابتدي شوف الالعاب الالكترونية لو انت زهقان او ملان يعني عندك كذا سبل لكن انت هتفضل حاطق ومشيل نفسك الهم لا اول واحد هيتأثر هو الباديجارد الرباني او الفوتوة الرباني اللي احنا تملي بنذكره به انه هو جهازك المناعي ده اول واحد هيتأثر بحالتك وحالة الاحباط اللي انت فيها نشوف شوية صور وحاجات من ايطاليا ما التزموش طبعا يعني ربنا يعافيهم الوضع هناك مأساوي وكارثي تعالى نشوف دلوقتي شوية حاجات كده لايطاليا والصور زي ما انت شايف المستشفيات بقت في الساحات العامة ما بقاش فيه اماكن لاستعاب كمك كبير للمواطنين ومنتهى المأساة لو انت عاوز مصر تبقى كده يعني بالمنظر ده انزل انزل دي طبعا الطائرة المحملة اللي بنشكر عليها السيد الرئيس عبد فتاح السيسي والسيدة وزيرة الصحة نوع من التكامل مع الشعوب وتكامل في الازمة في وقت ان اوروبا كلها بتبتدي تتنصل من بعضها وزي ما فدلوقتي ده الحمد لله مصر تطول عمرها بلد الخير ومصر ما بتخلاش من الخير مصر في عز الازمات بيباني المعدن الاصيل معدن الاصيل انا عندي النهاردة بدأت شفت شوية مبادرات جميلة ايه هي المبادرات الجميلة دي بدأت اشوف رجال اعمال بدأت اشوف مجتمع مدني بدأت اشوف ناس عادية خالص بتنزل تبتدي تعقم في الشوارع وتبتدي تاخد نوع من انواع الحرص عندي من ضمن المبادرات الجميلة مبادرة رجل الاعمال الوطني السيد احمد ابو هاشيمة تعالوا نسمع كده كان منزل على صفحته كلام جميل قوي حبينا نشاركه معاكو ونسبت ان مصر طول عمرها بلد الخير ابقوا معنا انا عارف ان الظروف اللي بيموت بيها لعالم اليمين دول غريبة علينا كلنا وصعبة ضد وعارف كمان اننا شعب عنده طاقة بيط واعادته في البيت صعبة بس لازم نعرف حاج مخطورة فيروس كورونا وعلشان كده ارجوكم ارجوكم خليكم في البيت والتزموا بكل قرارات الحكومة وعايز هنا اوجه الشكر للرئيس السيسي والحكومة والبنك المركزي على قراراتهم الحكيمة سواء كانت اقتصادية او مالية او صحية علشان نقدر نعدي ان شاء الله من الازمة دي على خير دلوقتي الدور علينا كلنا انا بدأت بنفسي وبفريق خففنا العمالة في المجموعة كلها وعقمنا كل شبر ممكن اي موظف يعدي عليه علشان نقدر نحافظ على نفسنا وعلى بلدنا بس الاهم في الوقت ده ان احنا الراعي الفئات اللي هتتأثر جدا لفترة دي وهي العمالة اليومية الناس اللي بتشتغل اليوم بيوم ومضطرة تنزل من بيتها في الظروف دي الدولة عملت اللي عليها وخصصت 200 مليار جنيه للتعامل مع الازمة واحنا كمان لازم نعمل علينا وعلشان كده انا قررت بالتعاون مع جماعية الارمان في اني اتكفل بألفين اسرة في 11 قرية في 6 محافظات مختلفة علشان مساعدة العمالة اليومية المتأثرة بالظروف دي ان شاء الله من يوم السابت الجاي 28 مارس الاسر دي هيوصل لهم كل اللي يكافيهم لمدة شهرين من مواد غذائية ومبالغ مالية ويا ريت اللي يقدر يساعد بأي شكل لحماية الناس من تعريض نفسه للخطر يعمل كده مش لازم بالتبرع ممكن بالتوعية في منطقتك في قريتك وتاني ارجوكم التزم بقرارات الحكومة الموضوع التاني اللي عايز اكلمكم فيه هو ان الاسبوع ده والنهارده يوم الـ 22 مارس كان المفروض انها يتفتح التقديم في مسابقة المشروعات الناشئة بس طبعا في الظروف دي هيبقى صعب وعشان كده قررنا تأجيل فتح باب التقديم في المسابقة للاسبوع الاول من شهر ابريل ودي فرصة كويسة للشباب ان هم يفكروا هم في البيت ويستغلوا الوقت ده في الابداع وتطوير مشاريعهم تاني ادور عليكم يا شباب وعلينا كلنا رحمات بلدنا من تاني رجعنا لكم واضم صوتي لصوت الاستاذ احمد ابو عشيمة باللي يقدر يساعد في حاجة ما يترددش ده وقت اللي فعلا كدفنا في كدف بعض عشان نفضل محافظين على التجانس المجتمعي اللي يعرف حد عنده ظروف مادية صعبة ما يترددش ان هو يساعده اللي يعرف ناس خلاص فقدت اللي هي القدرة على جلب الرزق اليومي نتيجة الحاجات دي كلها الاحداث دي كلها ما يترددش الخير ابوابه كتيرة نرجع تاني بقى لمرجوعنا ومعايا مدخلة هاتفية من الاستاذ بلال الجهري المحامي بالاستقناف ومجلس الدولة مساء الخير ساس بلال مساء النور يا دكتور محمد ازاي حضرتك الحمد لله يا فاندم الله بحي ساعدتك على البرنامج الجميل ده ودايما من نجاح لنجاح اتشرفت جدا بحضرتك وحضرتك منورني النهاردة وبحي حضرتك جدا جدا على العنوان الخاص بالحلقة اللي هو وعي المواطن ودرع الحماية لان فعلا تفضل فاندم تفضل مع حضرتك لان فعلا الضور اللي بيقوم بالاعلام والاعلاميين الممتازين امثالك هم اللي بيصلطوا الضوء على الوباء اللي احنا عايشين فيه والمشكلة اللي احنا عايشين فيها بعيدا عن الاجراءات الاحترازية طبعا الجميلة اللي بتقوم بها الدولة لمحاربة هذا المرض اللعين اللي صاب العالم كله بين فيهم بلدنا حبيبتنا مطر وطبعا بنعي بخلص القاسى والحزن فقداء الوطن كلهم وعلى رأسهم لوقات الجيش اللي كانوا نازلين علشان خاطر يقوموا بدور الحماية والتعقيم الخاص للبلد فعلا مأساك تماعية لازم فعلا كلنا نتكاتف مع بعضين علشان خاطر نقدر نوصل لبر الامام فيها وفعلا بحيي قناة الصحة والجمال على الوعي الكامل أنا بتابع القناة كل يوم تقريبا فعلا بتقدم برامة وعي للناس علشان خاطر تمنع الوباء إنه هو يصيب جميع الناس أحبابنا والناس الكبار اللي موجودين في السن زي ما حضرتك قلت شكرا للمشاهدين في السنة ونرجع تاني الكلام حضرتك في موضوع الإعلام ودور الإعلام في مواجهة هذا الوباء النهاردة أنا بدأ إجراءات احترازية تقوم بها الدولة اللي هي قرار حظر التجوال كلنا سمعناه وكلنا شوفناه وصحبه كمان بجانبه شوية قرارات تيسيرا على المواطنين اللي أنا كدولة بعمل اللي علي وكقيادة سياسية بعمل اللي علي دورك إنت كمواطن وإزاي بقى أنا كمواطن أبتدي أعرف حتة من ناحية القانونية يعني هنخش في حتة القانونية بتاعت إن أنا إيه المسئولية القانونية لو أنا خلفت الإجراءات دي اللي هي معمولة أساسا في الأول وفي الآخر لمصلحة المواطن حضرتك قانون حالة الطوارئ هو قانون من سنة 58 ومن قبلها من أيام الإنجليز ما كانوا موجودين في مصر وقام عليه تعديل الرئيس جمال عبد الناصر أضاف فيه الوباء في المادة الأولى للقانون بحيث إنه هو يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أرض الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوح حرب طبعا الحمد لله ما عندناش حروب والجيش المصري حامل أراضي بجانب حدوث اضطرابات من الداخل الحمد لله طبعا زي ما حضرتك عارف إن الشعب المصري شعب متوائم وشعب متحاب وفيه وحدة وطنية بيننا وبين بعضينا وكلنا بنخاف على بعض أو كوارث عامة أو انتشار وباء اللي إحنا فيه حاليا وباء عالمي لازم كلنا وطبعا مش الدولة بس مش الدولة الوحدة الإعلام قايم بدوره كويس جدا بواعي الناس عايز أقول لي ساعدتك إن الوعي أهم من حظر التجوال بس حظر التجوال فرد آه فرد لسبب يعني معلش إن برح حضرتك كلنا تبعنا المظاهرات اللي حصلت في السنسجنورية آه أنا النهاردة طالع حضرتك برضو قلت يا دي دعاوي خبيسة كده بتتحطيلي في النص آه حق يراد بيه باطل زي ما قلنا في الأول آه فضل فضل فعلا فعلا هي فيه جزئية كمان النهاردة آه طبعا الرجوع لربنا ده شيء شيء فطري من الإنسان أول ما تحط إن انت وقع في أزمة أول حاجة بتلجأ لها هو ربنا ولكن ولكن في فرق ما بين التوكل والتواكل التوكل على الله هو إننا أقوم بالإجراءات الاحتراثية المنوط بها مني واللي الدولة طلبتها مني واللي منظمة الصحة العالمية قالت عليها في نفس الوقت بعد كده أدعي ربنا بس وانا موجود قائم بالإجراءات الاحتراثية الخاصة بيه لكن كون إن أنا أنزل الشارع وأعمل أتحرك في تجمعات ده يعتبر تواكل على ربنا أنا بدعي ربنا أنا كده بتواكل على ربنا أنا كده ربنا مش هيقدر يساعدني لأن أنا ما عملتش المنوط بي أن أنا أعمل طيب أستاذ بلال في عجالة كده عشان طبعا الوقت سامحني تقول إيه كراجل قانون وكفرد من أفراد جمهورية مصر العربية لكل من بيفكر يخالف أو اللي هو عاوز يخالف قانونا وفي نفس الوقت مجتمعيا وإنسانيا لا قانونا من ناحية القانونية المادة الرابعة صريحة المادة الخمسة صريحة من قانون 162 قانون الطوارئ بأن التجاوز هو عقوبة الأشغال الشقة المؤقتة وغرامة قدرها أربعة تلاف ديين يعني أنا الموضوع ده لا يوجد فيه تهاون ويقدم من يخالف لمحكمة أمن الدولة العليا لتنظر في أمر حفظه فالموضوع ده معالم الدكتور ما فيه تهاون وما فيه زور النهاردة أنت موجود في كارثة لأن أنت بتخالف تعليمات رئيس الجمهورية أي مخالفة لتعليمات رئيس الجمهورية نص القانون صريح في الموضوع ده أشغال شقة مؤقتة أو الغرامة أربعة تلاف جنيه ده إحنا لا نتمنى أن أحدا يقع تحت طائلة القانون نتيجة مخالفة لأن في الأول وفي الآخر أنت ما بتخالفش قانون أنت بتخالف ضميرك واللي مفروض هو الدفة بتاعتك أستاذ بلال شرفتني جدا جدا وآسف لديق الوقت ومنشكرين جدا على هذه المدخلة واتشرفنا جدا بيك في برنامج روشتة فاصل إن شاء الله وهايكون معايا ضيف النهاردة الأستاذ وليد عمار البحث في شؤون التاريخ الإسلامي البحث في برنامج ترجمة نانسي قنقر